ممكن الناس دلوقتي يتكلمك تقولك ايه بقى طب لو الاهلي خسر النهاردة احنا الوضع ايه او لو الاهلي يتعادل النهاردة وبالنسبة كل شيء وارد خصوصا في ظل الظروف الحالية بالنسبة النادي لها عشان يا جماعة نبقى احنا ايه عارفين اه طبعا ان شاء الله الاهلي يكسب طبعا احنا وثقين جدا في فرقتنا وثقين جدا في اللعيبة اللي موجودة وكل كلام من ده ما فيش اي اختلاف على الجزئية دي لكن لازم نكون متفاهمين بشكل كويس اوي ان حتى لو الاهلي تعصر النهاردة على غرار ما حدث خلال الفترة اللي فاتت فاحنا عارفين ان دي مرحلة استثنائية بالنسبة لنادي الاهلي من خلالها بتحول زي ما اتكلمت معاكم تشوف ايه اللي حينفق معاك المسلم اللي جاي هتكمل ازاي الدنيا تمشي معاك ازاي تدعماتك هتكون فين فانه مراكز تبقى للموجودين تبقى لاحتياجاتك تبقى لقرار الجهاز الفني كل الكلام من ده فاحنا متفاهمين المرحلة دي بس الوحد وصق فيه هو جمهور النادي الاهلي ان هما اكيد حيفضلوا وراء الفرقة بشكل كبير لان هما اللي حيقوموا الاهلي تاني هما اللي حيرجعوا الفرقة للطريق والمصار الصحيح تاني وده اللي احنا متعودين عليه على مدار التاريخ دايما دور جمهور الاهلي دور مؤسر للغاية بيعجبني اوي خلال المطشط اللي فاتت اللي بيحضر فيها جماهير النادي الاهلي بيشجعوا اللعب بيشجعوا الشباب بشكل كبير بيحاولوا يدوهم السيقة لأنه عارفين أن أكيد عليهم ضغوط كبيرة جدا وأكيد الموقف صعب بالنسبة له أن أنت تبقى عايز تلعب وتثبت نفسك فتبقى عايز تعمل كل حاجة في الكرة وارد توفق وارد أنك ما تبقاش موفق وبالتالي كمان أنت بتحاول أن أنت بشكل أو بآخر تثبت وجودك فكل الأمور دي في أزهان اللعبة اللي بتلعب بيفكروا في كل الحاجات دي فاللي بيشيل العبء ده عنهم هو جمهور النادي الأهلي فدور جمهورwo700ة ملحوظ وملموس جدا ومش حاجة جديدة خالص خالص على جمهور النادي الأهلي فخلينا متفاهمين طبيعة المرحلة خلينا متفاهمين الأهداف من المرحلة الحالية نبقى عارفين كويس جدا الأهداف نبقى عارفين كويس جدا أه طبعا بنزع لو الأهلي يتعدل أو خسر بنزع أه هو جمهور الأهلي كده إحنا كده إحنا ما بنقدرش نستحمل موضوع التعدل والخسارة وكلام من ده حاجة صعبة شوية علينا مش متعودين عليها او حتى لما بتحصل رغم ان هي واردة في كرة القدم طبعا طبعا ودي رياضة وتنافس وكل الكلام من ده وارد تلاقي فرق قوية وارد تلاقي فرق تقدر تكسبك وفي مفاجأات بتحصل ابرزا لنهاردة مثلا ليدز قطعت تشيل سي 3-0 عادي تحصل لكن في نفس الوقت ما بناخدش فترة كبيرة في الكلام ده ما بنقدرش ناخد فترة كبيرة المؤكد تاني وهعيده وزيد في الجزئية دي الاهلي كابواته على مدار التاريخ ما بتطولش او المراحل اللي شبه كده ما بتطولش ان شاء الله تبعارف اخطائك تصحح ترجع افضل من الاول وده اللي هيحصل لازم جمهوري الاهلي يكون متأكدين من كده بشكل كبير بس هيحصل بيهم هم قبل اي حد تاني طبعا في مسؤولين مميزين في النادي في ناس تشتغل على كل الملفات في ناس عارفة المطلوب ايه عارفة الخطوات اللي تتاخد ايه خطوات الصحيحة اللي تكون في اطار يعني عودة الفريق للطريق الصحيح وكل الكلام ده اكيد ابتدى لشغل عليه من بدري كمان مش من دلوقتي واحنا تكلمنا في حلقات كتير جدا على الجزئية دي فنأمل ان هما بإذن الله يكونوا موفقين في قراراته نأمل ان لعابتنا يكونوا كمان موفقين في اداءهم نأمل ان دعمه ومساندة جمهوري النادي الاهلي تستمر وانا متأكد من كده هتفضل مستمر دعم الجمهور ودعم كل من يعشق هذا الكيان للنادي ايا كان مين الموجود وهو الدعم للكيان فدي كلها امور مهمة مفيش اي اختلف